موسيقى أهلا بكم حلقة جديدة من المصرف عندي في رمضان أحيانا كتيرا وإحنا كمواطنين بيبقى لنا نظرة بالنسبة للمسؤول ممكن البعض يرى قال يصحى الصبح راكب العربية مع الحراسة رايح مكتبه شغال زي دينامو راجع بالليل على البيت طبعا بعيدا عن لقاءات الرسمية ينام يصحى يكرر نفس المجال بننسى هنا أن المسؤول ده سواء كان وزير محافظ رئيس وزر رئيس جمهورية أيا كان منصبه هو في الآخر إنسان عنده جانب إنساني يا ترى المسؤول في رمضان أخبره إيه أنا وإنت نزلنا اشترينا زينة رمضان رحنا السوبر ماركت رحنا أي هايبر جمبينا واشترينا الزينة والفوانيس وكلام هل المسؤول عنده الرفاهية دي ولا يبعد حد ولا ما يبعدش حد من أصله طيب لو إحنا عزمين عريبنا وصحابنا على الفطار وجاء المعازين ملقونيش طبعا هتبقى مشكلة لكن قبليها بكم ساعة أنا بكون قاعد مستني ضيوفه في البيت طب المسؤول بقى اللي هو عامل عزومة كبيرة وقبل المغرب ما يدن جاله تليفون رسمي مهم حالا إحضر يعمل إيه؟ عايزة أقول لكم الحاجات دي بتحصل مع مسؤولين النهاردة إحنا في ضيافة مسؤولة كبيرة امرأة قوية وده المعروف عنها بالمناسبة تولت رئاسة أو الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وتولت بعدها جهاز كبير جدا جهاز المشروعات الصغيرة ثم أصبحت بعد ذلك وزير الصناعة والتجارة الخارجية نحن في ضيافة نيفين جامع معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استعدت الرمضان ولا المسؤول مش فاضي؟ ترجمة نانسي قنقر 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 يعني ملزم ان انا افطر برا بافطر في البيت يومي بيبتدي قبل الفجر شوية انا حتى في رمضان ممكن بالكتير يعني انام على الساعة عشر ونص حداشر بحاول اصحى قبل الفجر باخد حاجة بسيطة وبعدين الفجر واصلي وبعدين ببتدي بقى اشوف عندي برضو بعض المهام بتبقى معايا شغل من المكتب هنا محتاج قراءة محتاج توقعات بعد اشتغل فيه لغاية مساء الساعة تمانية تمانية ونص وبعدين بيجي المكتب وتمشي على قرب المغرب قبل المغرب قبل المغرب وممكن ترجعي تاني احيانا جمعة وسبت اجازة لا احنا في المعتاد جمعة بس وربنا احضرنا يعني احضر بتيجي في الوزارة السبت العزومات في رمضان اهم عزومات اعملها في رمضان طبعا اول يوم ولادي كلهم بيفطروا عندي ده طقس سنة لازم اول يوم العسرة كلها تبقى عندي ولادهم وازواجهم وكلهم يجوا يفطروا عندي بقية الشهر بقى انا ما قدرش التزم باي باي عزومات بصراحة اكلمك بمنتال امانة ممكن بقى هما بشكل اسبوعي يوم الاجهزة بيقضو معي وبيفطروا معي طبعا هنا انا بتكلم على ارايب حضرتك بعيدا عن اولادك اصدقائك انا دايما بنعزم اصدقائنا وجراننا وارايبك من يوم ما بقيت وزيرة الكلام ده تشال؟ لا صعب يعني اتخافت تتورطي فتعتذري مثلا؟ لا مش هكاية اخاف اتورط فاعتذر اخاف اعملها وانا ما عنديش الوقت ولا المقدرة ان انا اعف اعمل كده ولا حتى اشرف على كده فازا عملت كده هتبقى بنتي كبيرة هي المتولية هذا فممكن انا اشفق عليها لان هي برضو عندها جوزها وعندها عائلات عائلة جوزها وعندها صحابها ويعني عندها كلميني مع الوزيرة عن مجلس الوزراء في رمضان تجتمعوا امتى؟ ممكن تفتاروا مع بعض داخل قاعة المجلس ولا بتبقوا حرسين تروحوا؟ بس انا هقولك حاجة احنا اللي فات علينا مجلس الوزراء بالنسبة لي هو العام الماضي والعام الماضي حرارتك تعلم ظروف كورونا فطبعا ما كانش متاح لنا الاجتماعات واللقاءات وان احنا نفتر مع بعض وان كنا كلنا طبعا بنبقى نفسنا ان احنا نقعد مع بعض ونفتر مع بعض نتكلم مع بعض بعيد حتى عن مجال العمل الرسمي لكن طبعا احنا العام الماضي ده كان ظروف كورونا كانت الدنيا صعبة وبرضو هذا العام مش متاح قوي يعني في ظل الاجتماعات اللي احنا ان شاء الله يعني حتى اصدرناها لان كل الموطنية التزموا بيها فاحنا اول ناس نكون قدوا بس في اجتماع اسبوع المجلس الوزراء اه اجتماع عمل لكن بيبقى جزء كبير منه ممكن يكون كونفرانس في اجتماعات كتير فيها تواجد بنبقى كلنا موجودين وفي اجتماعات كونفرانس هو اجتماع مجلس الوزراء منذ العام الماضي كل يوم اربع كل يوم اربع بيتم عقده فيديو كونفرانس في بعض الوزراء بتتواجد وفقا للموضيع المعروضة في المجلس لكن ما حصلش مرة افترته مع بعض في المجلس لا احنا انا لو انا بالنسبالي لا لان انا يعني لما شرفت بتولي الوزارة جت ظروف كورونا العام الماضي ودينا العام الحالي برضو ما زلنا في نشط الظروف ولا ما حصلش انا امام وزيرة يعني مسؤوليات امانة عنها اي نشاط اجتماعي كده انا مش شايف فيه لا ارايب ولا اصدقاء ولا طقس رمضاني ولا مسلسل ولا اي حاجة بس من قبل ما بقى وزيرة على فكرة حذرتك غوية انا بطبيعتي شوية غوية ما تعزميش حد في الوزارة لا مش غوية ما عزمش حد لا بالعكس لا العزمات طبعا كانت موجودة قبل ما كن وزيرة لانه انت قص رمضاني لا حريصة طبعا ان انا اهلي واخواتي وان احنا نبقى كلنا متواجدين وتبادل الزيارات معاهم مع حموات ولادي وعائلتهم لا كنت بشكل مستمر لكن بصراحة دلوقت فيه الامور صعبة شوية واذا سنحت الفرصة في يوم الاجيزة طبعا انا هكون مرحبة يعني من يوم ما بقت وزيرة اتكبرت علينا لا خالص سمعت الجملة دي لا 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 خالص 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 نهائي كبرت في اي ده بالعكس يعني ما بتردش على التليفون لا لا ما بيحصلش ما بيحصلش لا على اهل ولا على غرب على فكرة على اي حد يتواصل معايا حتى من غير اهلي يبقى اكيد متواصل معايا علشان طالب خدمة عشان له مشكلة علشان فانا بتواصل مع الناس كلها وطبعا اهلي لهم وقت ممكن ان خلال اليوم اقدرش ارد على حد ممكن خلال اليوم اه ممكن خلال اليوم اقدرش ارد بس لو جالك تليفون بترد عليه في اي وقت بس بعد ما تفت اه لكن تلاقيني اجي ممكن على بالليل بقى اشوف من طلبني واروح رضاله المكالمة وخاصة لو من اخواتي او من اهلي اللي ممكن ارد عليهم خلال اليوم هم اولادي وهم عارفين اه ان انا ما يطلبونيش الا اذا كان فيه شيء هامي جدا ما غير كده هما بيطلبونيش خلال اليوم بيطلبونيش صبح بدري وهم راحين اشغالهم ولما ارجع بالليل يعني العمل الوزاري مغنم ولا مغرم تغرامي فيه ولا تاخدي منه لا انا ولا كده ولا كده اعتبر العمل الوزاري ده ربنا اراد لك تخدم وطنك بشكل بشكل كامل انا شرفت قبل كده ان انا مسكت رئاسة الجهاز ومن قبل منه امين عن صندوق الديم جهاز المشروعات الصغيرة جهاز المشروعات الصغيرة متوسطة وله دورهام لما توليت الوزارة جات لي قناعة كده ان ربنا اراد لي ان انا اخدم بلدي بمجال اكبر من هذا اكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة اشتغل على نطاق الصناعة بكل محاورها التجارة الخارجية ومحور التصدير وعلاقاتنا الخارجية من خلال مكاتب التمثيل التجاري وتعميق صناعة وبرضو رصد تحديات اللي موجودة للصناعة والرجال للاعمال فانا اعتبرت ان ربنا اتاح ليه هذه الفرصة علشان يعني اخدم بشكل اكبر طيب خلينا نتكلم على اول يوم حضرتك تلقتي خبر انك تبقى وزيرة كي ازاي هل توقعتي هل كنت بتوقع ان حريك دخل على منصب كبير قادم ارقى اعلى الدولة حطاقي تحت النظر كان فيه طبعا بعض التوقعات ما بانكرش ولكن طبعا لما تم الاتصال بيه تليفونية علشان تحديد معاد حلف اليمين كنت قابلها في مجلس الوزراء مؤسسة الرئاسة اللي اتصلت بس هنا كنت قابلها عند الدكتور مصطفى دكتور مصطفى قابل حضرتك وقال لك حضرتك هتكلفي بوزارة الصناعة حتى وقتها قلتله طب حررتك يعني هتبلغ امتى يعني اروح الجهاز الصبح قالي جهاز ايه اللي هتروح يسمعله وقولك عليه هيتصلوا بيكي هيتصلوا بيكي فبقالك ممنوع الكلام؟ هو من غير ما يقول انا مكنتش حكل اوكي اه يعني ممنوع انك تدي تصريح صحفي او تقول انا مرشاعة مش محتاجة كان دولة رئيسي يقولي كده انا بطبعي متحفظة شوية وحتى لو كنت تبلغت بشكل رسمي انا ما بعتبروش اه ما بعتبروش يعني امر مسلم بيه الا لما بيحصل انا في طبيعتي كده يعني الوعود والتمانيات انا بعتبرهش بسمحه امسك ورق اعترف اه بزاف اه لما كلام ده ماينفعش فانا طبعا لما اتبلغت بالليل لا كان عندي مشاعر سعيدة يعني حاسة طبعا يعني وقتها حاسيت بانجاز حاسيت ان انا عملت حاجة تتوج رحلة بالزبط في حياتي ويكفي يعني بنتي وقتها رغضة دخلت علي عليك انا بس هقولك حاجة انا فخورة بيكي وانا ما كنتش اسا مسكت الوزارة يعني بس كلمجرد التكليف في حد ذاته فده انا بشتعل عشان كده انا بشتعل عشان بلدي وسانيا اسيب اسمي لولادي فعلا يفتخروا بيه فكرت حضرتك تكلمي صديقة قريبة جدا لكي تقولي لها الخبر لأ حركة كاتومة يعني مش كاتومة فترة وكان فيه كلام بيطلع وكت بتلقى تليفوناتو من قريبي وكت اسمع منهم اقولهم الله اعلم ما عرفش يعني ما فيش حاجة رسمي كانت مؤسسة رئاسة وللتاصر قال لحضرتك ايه شرفينا بكرة مسلا الساعة كذا لا لا هما سألهمونا حفظتي ولا قلتين من الورقة حولت ان انا حفظه لان انا لازم اقرب نطارة قرية وده كان بالنسبة لي موقف محرج جدا يعني خفت ان انا اقفق قدام في خامة الرئيس ما قدرش ألبسها متضارة ولا امسك الورقة فحولت بقدر الامكان ان انا حفظه بس الورقة كانت في ايدي بتخلصي برا الاصر الرئاس وتروحي ولا بيبقى فيه لقاء مع الرئيس لا اتعمل لنا لقاء كلنا خارتك بعد محلفنا اليمين على اساس التوجيهات سياتو ان احنا النهرفة يعني بيكلف كل وزير بحاجة على حيطة واحنا عادي كان بشكل عام بس بعد كده طلب حضرتك في لقاءات خاصة اه كتير وطلب فيها مهم محددة بيتبحها لحظة بلحظة معك متابعة مستمرة على مدر ايه على مدر كل ما تتخيل متابعة مستمرة يعني لا احنا متابعة مستمرة من فقمت الرئيس لكل الملفات حقيقة بشكل دائم لان ملف الصناعة ملف كبير جدا اه يعني متقاطعة تقريبا مع كل الوزراء متقاطعة مع كل الوزرات وهي اكتير بتشتغل معانا فيه مش وزرات فقط يعني انا معي هيا العربية للتصنيع تشتغل معايا معنا جهاز المشروعات تشتغل معايا اه وجميع الوزرات بقى يعني اه جميع الوزرات بصراحة هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع نكمل حوارنا مع الوزيرة بس من زاوية انسانية بحتة نفين جامع معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بجدر التحية لحضراتكم حواري لا يزال متواصل ونحن في ضيافة معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية نفين جامع نفين جامع سيدة من بين 8 سيدات تولينا الوزارة في حكومة دكتور مدبولي وهو الرقم الاكبر على تاريخ حكومات مصر منذ ان عرفت عصر الحكومات عاملة ايه مع زميلاتك السبع البقية حلو جدا انا اعرف انا اسف بس ان السيدات خالص بينفسنوا من بعض كده يعني احنا مجموعة يعني ده من حظي احنا مجموعة منطقة مش قادر اقولك كل اللي ربطنا كلنا بدون استثناء علاقات طيبة جدا جدا عن مستوى المهني وعن مستوى الشخصي عن مستوى المهني بتجد كل الدعم انا اعتبر وزيرة حديثة عليهم حرتك احدث وزيرة؟ انا ومعالي وزيرة التضامن احنا في ديسمبر 19 طبعا قبل كده في معالي الوزيرة دكتورة هلا السعيد في السفيرة نبيلة مكرم في دكتورة ايناس وزيرة الثقافة في دكتورة رانيا هي اتغيرت باقت تعاون دولي ولكن هي وزيرة كانت قبل كده متولاة حقيبة السياحة فيعني هم موجودين دكتورة ياسمين وزيرة البيع فهم موجودين في الوزارة السابقة قبل ما احنا نلتحق بيهم انا ودكتورة نيويين فاحنا مش انا بقولك انا بتتكلم على شخصي على المستوى المهني انا باخد منهم كل الدعم ايه القاسم المشترك بينكم ومنتو التمنى حب ايه لا انا مش هقولك حب ايه هو حب البلد ده قاسم مشترك لان احنا لو ما نحبش بلدنا ما نبقاش مسقلين بكل هذه المهام وكل ما فيش حد فينا الا ما هو عنده ملف وملف ضخم لو في مؤتمرات رئاسية كبرى بتتجمع على تربيزة واحدة بتتكلموا في ايه لا لا اقول بنسلم على بعض وبعدين احنا موضوع كورونا خلينا ما نشوفش بعض كتير صحيح انتم تشوفوا بعض على شوق بس احنا على طول متواصلين مع بعض تليفونيا متواصلين مع بعض ممكن في اجتماعات كونفرنس لو طبيعة العمل بتاحكم يكون في اجتماعات لو ما فيش اجتماعات نتيجة العمل لا احنا حرصيا نتوصل بشكل مستمر في لقوات انسانية او اجتماعية بينكم احيانا احيانا بس ظروف كورونا مؤثرة على المواضيع دي اه للأسف بس احنا كنا قريب دولة الرئيس كان عمل لنا احتفال في مجلس الوزراء اه يوم المرأة كانت لقتها جميلة جدا جدا وكانت حاجة جميلة جدا من دولة الرئيس وبعدها كان عندنا شرفنا ان كان في احتفالية شرفتنا فيها حرم فخامة الرئيس ودي برضو كانت من ضمن الاحتفاليات الجميلة جدا اه اتجمعنا كلنا في احتفالية عيد الام طبعا السيادتو شرفنا فيها وكرم الفيئة سيادت الرئيس وكان وحرم سيادتو برضو فلا فيه لقاءات طبعا لها طبعا انساني جميل جدا لكن احنا هقولك بنا وبن بعض لا انا بصراحة يعني سعيدة وفخورة ان انا كن في هذه الحقبة اللي كن فيها مجموعة الوزرات 8 وزيرات هو رقم كبير جدا في نفس الوقت هو نفس العهد اللي شهد 25% كوتى للمرأة في البرلمان مجلس النواب اه يعني فكان فيه صورة من صور ارادة سياسية تنتصر للمرأة السيدات مش عشان انا سيدة بس انا بكلمك بالوضع اللي انا شايفه عندهم قدرة لتحمل المسئولية لاحظ ان احنا كنا فيه سنة استثنائية انا نسيت وانا بيوجه بكلم على الوزيرات وزيرة همة جدا وليها دور همة جدا في الفترة دي دكتور هالة زايد وزيرة الصحة شايلة ملف ومسؤولة عن ملف وفيه ظروف استثنائية اه 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 دي الوزيرة التي لا تنام صح ممكن تكون كل المحافظات طبعا لا تنام حقيقية ملفها يعني ظروف حكما ان الملف التحى ملف صح بس انا عايز اقول لك حاجة انا ممكن تقول نفس الكلمة طبعا مع بعض التباين على جميع الوزيرات على جميع الوزيرات ليه مديني احساس انكم يعني في حالة دائمة من الارهاق دي حقيقة الصحيان الصبح البالليل يعني لا مش مدينك احساس دي هي دي الحقيقة هي دي الحقيقة او احساس وصل للاستادة المشاهدين يعني عن دي الحقيقة حجم العمل فارد كده حجم المسئوليات الملفات المفتوحة مواضيع متعلقة برجال اعمال وبمواطنين طبيعي مش في حاجة معا الوزير اسمها التفويد يعني ليه حدريك تعملي كل حاجة يعني ليه المسئول يعمل كل حاجة بايده موجود طبعا التفويد فليه المسئول عندي يبقى مرهق بهذا الشكل لا موجود التفويد بس برضو التفويد مش معناها انك انت اصبحت غير مسئول التفويد لا يمنعك من المسئولية فانت عشان تفوض لازم تكون عندك ثقة تمة في من تفوضه وفي نفس الوقت برضو فيه مقولة ست رايز زي ما بيقولها اي موضوع اذا ما وقفتوش عليه بنفسكم مش هيخلص فاحنا انا التكلفات اللي انا باخدها لان انا بيتم متابعاتي فيها بشكل طبعا فانا بحاول بقدر امكان ان انا ادخل عليها بنفسي مش بنفسي الوحدي انا طبعا معايا زمالي في الوزارة صحيح انا معداش اشتغل من غيرهم وزمالي اللي مسكين الهيئات الطبعا للوزارة احنا كلنا فريق عامل متكامل وهم بيشتغلوا لكن لازم الفاينل ده لازم انا يعني ده لازم اه علاقة نيفين جامع بالصناعة علاقتي بالصناعة ابتدت من ساعة ما تم انشاء جهاز سنوية المشروعات الانشاء سنة كامل 2017 ابريل 2017 وسيادتك توليتي سنة كامل الجهاز برضو يعني جهاز تعمل ما انا اقول الحركة انا توليته ازاي انا كنت امين عام صندوق الاجتماعي في نوفمبر 2016 طب هاف قدامنا امين عام صندوق الاجتماعي ده ادارة مالية ولا ادارة اجتماعية تضامنية يعني لا 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 الصندوق الاجتماعي للتنمية انا اساسا كنت مسكى مدير عام التمويل في الصندوق وانا خلفيتش كلها مصرفي صحيح ولما التحقت بالسندوق الاجتماعي اتديت كنت التحقت بيه سنة 2005 في وظيفة صغيرة يعني والتحقت بيه كفترة مؤقتة وحرجع تاني للعمل المصرفي ده انا كنت مخططة هذا ازاي يعني ان انا يعني فترة وان انا اشوف ما كان بانك اخر ان انا التحق بيه لكن بصراحة لما التحقت بالسندوق لقيته مكان خصب انك انت تعمل فيه شكل فابتديت اشتغل على سياسة اعتمانية لهذا المكان وانا كان بقول حرجك كان التايتل بتاعي صغير يعني شوية بعد سنة تقريبا في 2006 في وقتها امين عام السندوق كان سيدها ينسي في النصر قال لي هوا انتوا تقدروا تعملوا اقراض مباشر يعني احنا نقرض مباشرة للعملة طبعا السندوق كان قبل كده ياخد الفلوس من الجهات المنحة يديها لبعض البنوك البنوك دي تعيد اقراضها وخلاص على كده صحيح ما كانش له دور حيوي كان وسيطا جهة وسيطة وجهة وسيطة يعني ما كانش فيه سياسة اعتمانية تقول انا ليه اشتغل مع البنك كده وما اشتغلش مع البنك ده وليه ادي البنك ده 100 وادي البنك ده 50 ما كانش فيه اسس لهذا لكن انا شاركت في وضع السياسة الاعتمانية ابتدينا نشتغل ان يبقى فيه اقراض مباشر ابتديت نشوف العناصر اللي موجودة في هذا المكان ويتم كنت بديهم تدريب مبدئي قبل ما الحقهم ببرامج تدريبية متخصصة انهم ياخدوها ابتدينا ان احنا نعمل يعني مجموعة من العاملين بيشتغلوا في مجال التمويل ابتديت ان احنا نطرح اعلانات ويجيلي ناس من البنوك انهم يلتحقوا بينا انشأنا هذا القطاع وده كان سبب ان انا جاي السرعة الترقي ان انا ترقيت بشكل يعني بسرعة بصراحة لغاية ما وصلت مدير عامل التمويل ومسؤولة عن البنوك ومسؤولة عن الاقراض المباشر انا ملتحقت بالسندوق الاجتماعي المحفظة كانتش تتجاوز 240 مليون في العامل انت عادت حردك في السندوق كم سنة؟ اعدت تقريبا قبل ما تولى الوزارة 15 سنة 15 سنة اه يعني فاول ما لتحقت كنا ندفع يعني الحدود تقريبا 200 مليون المحفظة اخرتك انا سبته 6 مليار 6 مليار في السنة فلما جيت تم تكليفي بالسندوق الاجتماعي كان في هذا الوقت تحت هو تبع رئيس مجلس الوزارة ولكن كان فيه اشراف من وزير التجارة والصناعة في ذات الوقت كان المهندس طريق قبيل فاستدعيني وانا كنت اقول مرة قبله وقال لي وزير الصناعة الاسبت اه انا اعايز اكلفك بامانة الصندوق الاجتماعي فانا بصراحة قلت له يعني مش يعني مش مش متوقعة لان دايما هو صندوق الاجتماعي يتبع وزارة الصناعة كان في ذات الوقت اشراف 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 هو الاسبت فيه مش كان يتبع وزارة التضامن لا مفيش تضامن خالص هو يتبع رئيس الوزارة وكان فيه اشراف من وزير الصناعة نعم ففي ذات الوقت قال لي هكلفك نكتب يا امين عام الصندوق الاجتماعي وانا هقولك استعرابت ليه لان المعتاد على مدار عمر الصندوق الاجتماعي ان دايما الامين عام يجي من برا عمر ومجي من العاملين فانا كنت اول حد من العاملين في الصندوق يتم ترشيحه ان انا بقى امين عام الصندوق فقبلت قبلت وانا مترددة مترددة مش عشان المسئولية انا الحمد لله الحمد لله فضل ما عند ربنا معتاد النجاح فحسيت ان انا قدام تحدي واحنا كنا في الوقت ده كان حصل التعويم وكان عندنا بعض مشاكل في التعصر فانا بوجودي كنت عارفة المشاكل اللي موجود فتوليت والحمد لله ربنا قدرني والدنيا يعني يعني مشت بشكل كويس الحمد لله وتعاون معايا كل الالف ومثين موظف الصندوق الاجتماعي عشان انا طلع منهم حصل بعف ابريل 2017 قرار بانشاء جهاز تنمية المشروع عشان يحل محل الصندوق الاجتماعي ويتم دمج بعض الكانات الموجودة في وزارة الصناعة في هزاكية واطلع لي قرار اخر ان انا اتولى رئاسة هزاكي هزاكية فمن هنا ابتدت علاقة بوزارة الصناعة رئيسي المباشر هو وزير الصناعة كان المهندس طارق قبيل ابتدت اخد حيئة يعني جهتين كانوا موجودين في الوزارة تم دمجوهم على الصندوق الاجتماعي بدأنا نشتغل بستراتيجية مختلفة يعني حضرتك دخلت عشش وزارة الصناعة ودهلزة ثلاث سنين قبل ما تبقي وزير دع ما كملتش ثلاث سنين لست حقيلك لا هو قررت له في 2017 ورئيس المجلس وزير التغير والصناعة وابتدينا نشتغل وفقا لمنهجية وستراتيجية كان معالي الوزير بصراحة حطتها وكان مهتمي جدا بهذا القطاع على مدار يعني تقريبا احنا عدنا من 17 لغاية اكتوبر 18 الفترة دي كلها احنا تابعين لرئيسنا وزيرة التغير والصناعة الكيان جهاز المشروعات مش بيشتغل صناعة فقط مش مشروعات صناعية هو مشروعات صغيرة ومتوسطة هو مشروعات زراعية هو مشروعات خدمية هو ممكن يقدم تمويل لمركبات وعربيات اجرى عشان توفير فرصة عمل هو كيان معمول لتوفير فرصة العمل ابتدينا يحصل بعض التعارضات ما بين مهم الجهاز وما بين تبعيته لوزارة التجارة والصناعة فالدولة والجيحة قدرنا فيها اكتر من اجتماع مع دولة الرئيس ارتقت ان يتم تغيير التبعية لهذا الجهاز بعودته مرة اخرى لرئاس مجلس الوزرة الكلام ده كنا في شهر 11 2018 فرجع تاني رئاسة مجلس الوزرة وابتدينا نشتغل على قانون لهذا الجهاز ابتديت ان احنا اعادت زيان بيقوله يعني هيكلته بشكل اكبر من كده عشان يحقق طموحات الدولة فيه بس انا في الفترة من اول ما كنا تبع وزارة الصناعة اللي هذي بتاعي طبعا كان فيه احتكاك كامل هنا بالوزارة احتكاك كامل بالهيئات اللي تبع الوزارة تبعتك بهاية تنمية الصناعية مركز تحديث الصناعة هيية تنمية الصدرات بحكم مجالات العمل ومجالات الشهر بس مش خبرتك كده مع الوزيرة اغلبها مالي مصرفي هقول لك حاجة هو انا خبرتي انت مش هقول مالي وانا مصرفي ولكن هقول اقتصادي واداري اقتصادي واداري طيب هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع نكمل حوارنا مع الوزيرة نفين جامع معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بجدر التحية لحضراتكم حواري لا يزال متواصل ونحن في ضيافة معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية نفين جامع فكرة تولي سيدة وزارة صناعة تتعامل مع عمال تتعامل مع رجال اعمال في رأيك بعد مرور سنة ونوص كان ليه هتقبل عند القطعات دي ولا كانوا يفضلوا فكرة ان يكون هناك رجلا وزيرا تسألهم مش تسألني انا طب انت باعك انت تسألهم انا هقول حراتك اولا انا شغلي حتى لما كنت في المشروعات الصغيرة انا متعودة جدا ان انا انزل وزور وروح وسافر محافظات مصر كلها واحتك بالمواطنين كلهم اللي هم المشروعات الصغيرة ومتنية الصغر معظمهم من الصعيد ومن يعني واسحب مشروعات ومحافظات الحدودية انا حريصت ان انا اول ما توليت وانا كان ليه طبعا برضو احتكاك ببعض يعني السادة الرجال الاعمال انا متواصلة معهم بشكل متواصل ومعنديش غضادة في ان انا اتعامل معهم مال ولا ان انا مع رجال اعمال ولا لا 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 خالص يعني وانا اللي بقولك اسألهم ليه احساسي اه طبعا في حالة من الرضا الحمد لله تعرف لان احنا مجتمع شاركي مجتمع ذكوري ودي جملة يعني معروفة اللي هو يحبوا دايما لا مش بس هم مش حاسين انهم بيتعاملوا يعني مع مش عايز اقول بيتعاملوا مع السيدة ولكن بيتعاملوا مع مسؤول مع مسؤول مع مسؤول اهم واصعب بألف عندك في الوزرائي كتير الاهم واصعب احنا لسه اشتغلنا لا كتير لا 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 انا عندي ملفات كتير وعندي ملفات متبينة كتير يعني عندي تعصر المصانع مثلا ده يعتبر من ضمن الملفات وان كان يعني نحنا كنا ابتدين نشتغل فيه لكن برضو جائحة كورونا ما مكنتناش نحنا نخلص منه تعصر المصانع بس عايز اقول لحرارك ممكن يكون من الملفات الهمة ولكن شريك استراتيجي معايا البنك المركزي والبنوك التابعة ليه هو عمل مبادرات البنك المركزي عمل مبادرات بصراحة وحاجات جيدة جدا وإحنا كان دورنا ان احنا نحدد له مين اصحاب المصانع المتعسرة ومين ذاتها الاولوية ومين المصانع اللي احنا بنستهدفها في الفترة القادمة فيتم تمويلها وتقديم الدعم اليها فكان فيه تنسيق طبعا معهم لكن لا الملفات عندنا ملفات دعم مش هقول دعم الصادرات زيادة الصادرات عندي ملفات التنمية الصناعية بشكل عام شغل التنمية الصناعية كله اللي هو الدولاب العمل اليوم لا مش دولاب العمل اليومي فيه عندك ملفات احنا عندك صناعات الدولة لديه اهتمام به عندك صناعات السيارات عندك توطين وطعمية في المنتج المحلي عندي تحويل العربيات للعمل بالطاقة النظيفة سواء غزة أو كهرباء دي كلها حرك ملفات يعني دي ملفات احنا بنشتعل عليه مع الوزيراء طبعا أسواق خارجية في أفلاقيا لا هناك كثير يعني ايه اللي اتغير في شخصيتك قبل وبعد الوزراء لا اتغيرت سنة ونص اتغيرت كده اه اتغيرت اه يعني بقى عندي قدر من المسؤولية اكبر شفت الصورة اكبر اه و بقى عندي يعني يعني زي ما اقول ايه عزيمة اكتر يعني كلما شفت المسؤولية اكبر عزيمتك زادت اكتر عزيمتي اكتر عشان زي ما قلتلك قبل كده انا يعني ربنا بيقدرني انا بحب انجح علاقتك تغيرت بالبعض لا خبص لا 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 يعني هتتغير ليه انا اذا كنت وزيرة فهذا منصب لفترة مش هيكون موجود فلا العلاقة ما تتغيرش انا زي ما الحمد لله في جملة واسف ان انا بقولها في الحوار يقولك الوزير يفقد نصف عقله عندما يكلف في الوزارة ويفقد النصف الاخر عندما يخرج منها لا بالعكس لا 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 يفين جامع ما هتصدق لا لا ما قلتش ما هتصدق لا بالعكس بص انا هقولك حاجة تكليف بالوزارة تكليف زي ما قلتلك بالعكس ده دي ثقة يعني انا لما اكلف بان انا اتولى وزارة زي وزارة التجارة والصناعة نتيجة عملي ونتيجة زي ما انت قلت مشواري في العمل اكيد دي حاجة تساعدني بالزبط وتشرفني افقد نصف عقلي لا مال هشتغل ازاي لا الحمد لله بالعكس انا دايما اقول طب مع الخروج بيقولك بيفقد النصف التاني لا هو مع الواحد لازم يبقى عنده قناعة ان المناصب لا تدوم صحيح ما تيش حاجة بتدوم كلها مرحلة بيؤدي اللي مطلوب فيها نحاول ننجز في هذه المرحلة بالعكس عشان حتى وقت الخروج يبقى هو عنده نوع من الرضا النفسي انه هو قدر يعمل اللي هو كان مطلوب منه اخر سؤال حضرتك الطعام طي ضد كورونا او لسه ملحقتش ملحقتش يعني قاعدة معايا كده من غير تطعيب لا لا ما انا جايلي كورونا يعني خدت مناعة كده انا كان مخفف فيه كم وزير خد كورونا دكتور معيه تخد ما كان في نفس الوقت كان في نفس الوقت احنا كان مخطط مثلا ليه ان انا اطعم كنت يوم الحد او الاتنين وانا اصفت بكورونا قبلها بيوم انا شكر على المساحة دي اللي حدرتك تتهلنا واللي حدرتك بتقولي فيها الاول مرة انا بتكلم عن حياتي الخاصة يعني وارجو ان احنا ما نكونش ان احنا كنا ضيوف تؤال عليك لا عبدا يا فانت شرفت بيكم ويا رمضان كريم وكل سنة وحضرتك طيب ومزيد من النجاح حلقة انتهت معاكو حلقة جديدة اخرى من مصرف هندي في رمضان سلام عليكم اشتركوا في القناة